تل نت بروتوكول برينسبلز شابتر عشرين بيتناول بروتوكول خاص بالريموت اكسس والريموت لوجين فور ديفرنت ديفايس منها الروترز والسويتشز وعموما حتى الـ Firewalls ممكن نقدر نعمل لها ريموت اكسس باستخدام تل نت الاحيان الحقيقة ان العملية المانجمنت للديفايس بعد الانيشي الكونفجريشن لما نجي نعمل الانيشي الكونفجريشن للديفايس اول حاجة بنعمله انيشي الكونفجريشن باستخدام الكونسول انترفيس مجرد ما احنا نستخدم الكونسول انترفيس عشان نكونفجر المين برامترز الخاصة بالديفايس بعد كده بيحصل له بيحصل له فيكسنج في راك معين او في مكان معين في النتورك وبيبقى بعد كده كل عملية المانجمنت الخاصة بالديفايس والريموت اكسس ليه بتتم عن طريق بعض الابليكيشن اللي هي بتسمح بالريموت مانجمنت او ريموت اكسس للديفايس من الابليكيشن اللي هي ممكن ريموت لي ناكسس بيها الديفايس منها عندنا فاركزامبل التل نت اللي هو الابليكيشن الخاص بالشابتر اللي احنا هنشرحه دلوقتي في برضو عندي ابليكيشن تانية زي الاس اس اتش وده ابليكيشن اقوى من التل نت وسيكيور اكتر من التل نت وهنقول في العملي بعد شوية ليه التل نت مش سيكيور لما نعمل لاب صغير عليه ونلاقي فعلا ان الماسيجيز كلها المبعوتة باستخدام التل نت عبارة عن بلاين تيكست ماسيجيز ممكن اي حد يعملها انترسبت ويفهم الكومنيكيشن اللي حصل بين الادمستريتر والتل نت سيرفر زي الراوتر او زي السويتش او زي الفيرول ولكن جلوبالي الهدف من التل نت عموما ان احنا نعمل نوع من المانجمنت بحيث نسهل شوية على عملية الادمستريشن الخاصة بالديفايسز ودي بيطقع في اطار ما يسمى اوتوف باند اوتوف باند منجمنت على اساس ان انا باستخدام بعض الريموت لوجن او ابليكيشن او ابليكيشن زي تل نت او بس لازم يكون في بري كونفجر او كوماند اسم معمولة على الديفايس بتهيق الديفايس لهذا الابليكيشن زي مثلا انيبل عليه الابليكيشن نفسه او مثلا عليه اي بي ادريس ريتشاب والانس اون فدي هنشوف ان شاء الله من خلال شوبتر ومن خلال اللاب عندنا خلال نشوف البيزيك برينسبالز الخاصة بالتل نت ابليكيشن ونشوف ازاي نعمل له كونفجر ايشن على هواوي ديفايسز ده المين تو ابجيكتفز الخاصين بهذا الشابتر زي ما قلنا ان احنا لوكالي ممكن نعمل كونفجر ايشن للديفايز روتر او سويتش او فايروول بعد ما نعمل له خلاص فيكسنج في مكانه الطبيعي في النتورك في الراك موجود في مكان معين في الداة سنتر محتاجين بعد كده نعمل له ريموت لوجين كونفجر ايشن الريموت لوجين كونفجر ايشن دي ممكن تبقى يعني نعتبرها لوكالي بمعنى ان انا موجود معها في نفس النتورك يعني انا موجود انسايد نفس الساب نت تقريبا بالمنظر ده يبقى انا ككمبيوتر او او ادمنستريتر والبورت الخاصة بتاع الراوتر بتاع الاكسسنج تقريبا في نفس الساب نت لان احنا بينا سويتش لير 2 دي بيسموها لوكال الكونفجر ايشن انبيرومنت اهل ده مقتصر على التل نت لأ طبعا انا ممكن اكسس بتاعي اللي بيسموه تل نت سيربر في الحالة دي ريموت لي سرور الانترنت يعني ممكن يكون من خلال الاي بي طبعا الاي بي ده بيكون بابليك اي بي ريتشابل من خلال الراوتنج بروتوكولز اوبر الانترنت عشان قدر اوصله بالابليكيشن الخاص بالتل نت يبقى اتكود بي اكسس لوكالي وانا انسايد نفس النتورك او ريموت لي من خلال الانترنت او من خلال الراوتنج اللي بيحصل اوفر انترنت في كل الاحوال التل نت يعتبر بي دوريكشن باي دوريكشن تكست بيزد ابيكيشن بيعمل نوع من الاميوليشن للنتورك من خلال اميوليشن عندك كما لو كان فيه تيرميل التيرميل عبارة عن حاجة كرا شبه الشيل او التكست بيزد بتفتح لي الكماند لاين انترفيس الخاص بالديفايس كما لو كان انا داخل عليه بطريقة الكونسول بورت هنشوف بعد شوية شكل الفورمات بتاعته ونوع البورت اللي بيفتحها على الديفايس لما بنقوم السيرفيس على الديفايس ده شكل الموديل بتاع التل نت التل نت عبارة عن كلينت سيرفر موديل ابيكيشن الكلينت بيكون عليه السوفت وير اللي بيشتغل اذا تل نت كلاينت ممكن مسلا عندنا حاجات كتير جدا متشتغل اذا تل نت كلاينت منها الـ CMD نفسه يعني الدص نفسه ممكن نشتغل في الـ operating system الويندوز ممكن نشتغل اذا تل نت كلاينت في اجهزة الويندوز في عندنا برامج زي البوتي وزي التيرا تيرم وزي سيكيور سي ار تي دي كلها ابليكيشنز ممكن نشتغل اذا تل نت كلاينت بحيث سوفت وير اللي ممكن نقدر ندخل به على الـ application او على التيرمنال سيرفر او التل نت سيرفر الحقيقة الـ router بيقوم اذا تل نت سيرفر او الـ firewall او الـ switch وبيقوم من خلال بورت نمبر 23 في الـ TCP بورت نمبر 23 reserved لهذا الـ application والـ application بيقوم over الـ TCP connection الـ protocol بيحتاج في الاول 3-way handshake يحصل لها establishment بين الـ client وي السيرفر بعد ما يحصل الـ 3-way handshake over هذه الـ port number 23 نبدأ بقى عملية الـ exchange لـ text message الـ interpreted message اللي بتتبعت من الـ terminal driver الخاص الـ interpreter للـ keyboards او الـ characters اللي بدخلها الـ command من خلال مثلا for example command display حرف D حرف I حرف S حرف P حرف L حرف A حرف Y كل character بيتبعت في باكة منفصلة بيحصل لها مابنج هنا من خلال بزود والـ terminal driver علشان نقدر نكونها تاني في الاخر في صورة word او في صورة command معين نبدأ تأكسس بيها او تبدأ تعمل execute لـ action معين في الـ login shell اللي موجود على السيرفر خلا نشوف بعد شوية ان شاء الله في الـ lab فعلا هل كل character بيتبعت standard فيه وان سنجل باكة ولا لأ هنشوف الكلام ده من خلال الـ communication من خلال تي سي بي سوكت موجودة السوكت دي عندها محددات في الـ client وعندها محددات في الـ destination هو السيرفر من خلال بورت نمبر تي سي بي تلاتة وعشرين ودي بورت نمبر الـ standard المخصصة لـ telnet application الحقيقة عندنا الروتر بيسو بورت تلاتة انواع من الـ authentication في هواو ديفايسيز حاجة اسمها non-authentication وnon-authentication معناها you can login without authentication يعني ما يطلبش مني يوزر نيم او باسورد على الـ virtual terminal interface اللي هو خاص بـ telnet في عندي حاجة اسمها triple-A authentication والـ triple-A authentication منوط بيها ان انا بستخدم triple-A database لـ authentication authorization and accounting والـ triple-A database ممكن تبقى locally على الـ device انا بستخدمها او remotely موجودة على سيرفر اخر زي الـ radius او زي الهواوي تكاكس بيعمل لي accessing أو permission للـ accessing من خلال another server ده بيبقى remotely موجود على another device ولكن عندنا في support للنوع ده وهو triple-A authentication النوع الثالث والاخير بيسموه password authentication وده just simple password بضفها على VTY اللي هي virtual terminal الخاصة بالتلنت وعلى هذه الـ user terminal اقدر without any username just password يبقى هنا triple-A بيحتاج username username password الاثنين مع بعض ده بالنسبة لـ triple-A والـ password او الـ username بالاخص بيكون عنده service type هنا password فقط يعني مش محتاج username ما بيطلبش مني username في أثناء login هنا ما بيطلبش حاجة خالص null authentication ويبدأ يدخل مباشرة بدون ما يسألني لا على username ولا على password هنا عملية main basic configuration طبعا عشان انا اعمل telnet ما بين هذا الـ client من خلال الـ application الموجود عليه زي قلنا ما قلنا من شوية bootie او teraterm او الـ applications الخاصة بالويندوز نفسها والـ port number الـ esternet اللي هي esternet 0x0x0 لازم يكون فيه connectivity لازم يكون فيه ريتشابلتي لازم يكون فيه bing هتأكد ان هما الاثنين ريتشابل لبعض السيناريو اللي قدامنا 2 devices موجودين في نفس الـ subnet وهي network 10.1.1.0 mask 24 مجرد ما سيت الـ ips على 2 devices بعد كده بتأكد ان هما فيه فيه ريتشابلتي ببدأ ادخل اعمل setting للـ configuration الخاص بالـ server على الـ router اللي هو terminal server او بسموه telnet server الخاص بالـ application اللي هو بتاعة telnet في عندي user interface VTY 0.4 عندنا software support لحد 16 user يدخله at a time لما اقوله user interface VTY 0.4 معناها انا بالحالة دي بسمح ان يدخل خمسة user at a time يعني ممكن خمسة login session يدخلوا at the same time ممكن افتح مع الـ router خمسة telnet sessions مختلفين at the same time طيب لو فيه واحد بيحاول رقم ستة لا ما يقدرش يدخل فيه هذه الحالة الآن الـ authentication mode زي ما قلنا فيه عندنا different mode of authentication وانها triple A من الـ password بينها النل احنا قلنا نختار password عشان نحط password على الـ connection نفسها بعدين set password set authentication password طبعا بنشفر الـ password عشان ما اظهرش في الـ configuration as a plain text ونبدأ نحط الـ password اي character من 8 لـ 128 ونبدأ نحط for example Huawei one two three او one two دي اللي هي المين باسور ده تقريبا المين برومترز اللي أنا محتاجها علشان اينيبل telnet application باستخدام authentication mode وهو الـ password قنا نعمل لاب صغير بنفس الـ structure بعد شوية على الـ nsp على السيميليتر هنا بعد كده بابدأ احاول اعمل telnet من الـ host نفسه telnet وحط الـ IP بتاع السيرفر اللي هو الـ router نفسه بيبدأ يعمل connection وبعد نقول لي login authentication دخل الـ password طبعا انا شغال password mode set authentication mode type password لو كان فيها user name قل دخل user name لبقى triple A بما ان انا مش مشغل triple A هيبقى just only password عندي maximum VTY 0 الـ 4 يبقى بديني 5 user ده بيوضح لك ان في 5 user يدخلوا at a time دي اللي الـ virtual terminal user number of current user is 1 على اساس ان انا داخل اول login من على الـ device و الـ time stamp بتاعنا بتاع اللوجن هو التاريخ بالوقت ساعتاشر اربعة سنة 2013 و التوقيت بالساعة الساعة اربعة ونص كده ابدأ ادخل اعمل mean configuration على الـ device وابدأ اكون فيجر الـ device بتاعي حسب الـ privilege الخاصة بهذا الـ user فور summarizing الجزء ده او الشابتر ده فيه سؤال مهم جدا بيقول لو انا telnet service بتاعتي enabled على الـ router يعني انا عندي router اهو والتلنت server enabled عليه تمام وانا عايز ا اكسسوه عايز اعمل establish telnet connection من خلال another device ممكن يبقى راوتر ممكن يبقى كمبيوتر مهم فيه هنا كده device الـ device ده شغال telnet لـ client ده مش قادر اعمل establish للتلنت connection طيب بقولك ايه الاسباب التي ممكن تؤدي الى هذه المشكلة حقيقة ممكن يكون فيه different reasons للمشكلة دي اول reason ممكن يكون مفيش فيه connectivity بين الـ device ده و الـ router فنتأكد ان فيه connectivity نتأكد ازاي نتأكد ان هما نفس الـ subnet مثلا او لو مش هما نفس الـ subnet نتأكد ان فيه reachability بالـ routing بين الـ two devices ونعمل بينج بينهم بهم بعض يبقى ده اول step لو انت اتأكدت من الـ connectivity وان هما الـ اتنين شايفين بعض كواس جدا ادخل على الـ step التانية الـ step التانية لو انا اعمل authentication بـ username و password مثلا هتأكد ان الـ username والـ password دول موجودين في الـ database اللي موجودة على الـ router لو فيه مشكلة في الـ username او في الـ password يبقى انا مقدرش ادخل على هذا الـ device طيب نفترض ان انا اعملت username و password لاتهم موجودين تمام وحطتهم فيه الـ login مفيش اي مشكلة والـ connectivity is ok كده يبقى فيه مشكلة تالتة واخيرة ومالهاش احتمال رابع ان ممكن يكون الـ number of users اللي معمول لهم privilege على الـ router ده مثلا نفترض هم 5 user زي المثال اللي فات وانت داخل رقم 6 في الحالة دي مقدرش تعمل login ليه؟ لان انا كده عملت exceed number of VTY users المسموح لهم يدخلوا اتا تايم على الـ device باستخدام الـ telnet application تعالوا بقى نشوف كده application بتاع الـ telnet ازاي نعمل له realization على الـ insb تماما دلوقتي معانا هو example شبه اللي موجود عندنا فيه الشبتر عملنا simulation لـ router اشتغل ازاي telnet server ip10.1.1.1 والclient نشغل انازا الـ router اشتغل ازاي telnet client طبعا عشان نعمل الـ main configuration اهو على الـ router ده اللي هو system system router 1 interface giga ethernet 0 على 0 ip address لازم نعمل تشابيلة بينهم من بعض ما احنا قلنا 10.1.1.1.1.24 ده مهم جدا اول step نعملها على الـ interface وراوتر التاني نفس الـ step 10.1.1.1.1.2 mask 24 اوكي بعدين quit quit save كده المفروض لو احنا عايزين نعمل telnet من روتر 2 لـ router 1 اول step قلناها حالا في اخر سلايد نتأكد ان فيه connectivity او bing على 10.1.1.1.1 على السيرفر ببنج معي طالما ببنج معي يبقى كده فيه فرصة ان انا اعمل telnet طيب نجرب كده telnet اهي telnet على 10.1.1.1.1 الوال اي بي طبعا هو قالك ان انا download support null authentication mode معناها ان هي الكنكشن مش enabled على الديفايس الاخر وما قدرش يعمل الكنكشن مع الديفايس لازم نأنيبل السيرفيس على الديفايس بالاضافة لان الVRB version اللي موجود على هذا الروتر لا يدعم عملية null authentication mode طبعا احنا ممكن نشغل على الديفايس على الانترفيس الوير شارك عشان نوريكو الماسيجيس المبعوثة في ال background بتاعت التلنت زي ما اتفقنا فيه خلال الشابتر طيب تعالوا نروح نأنيبل التلنت زي ما احنا شفنا او زي ما احنا شفنا في الشابتر من خلال شكل السيرفيس اللي احنا قلناها هتمشي عاملة ازاي اول حاجة بندخل على user vty على راوتر اهو user vty user يوزر انترفيس وحنا قلنا الروتر بستبي doctors اه اكطر من اشرين اه انترفيس او ا اكطر من اشرين يوزر اذا قد تمام بروتوكل ومع بطوكول للي هنعمل عليه هو تيل نت يمكن يبقى تيل نت ممكن يبقى ممكن يبقى الساس اتش ممكن يبقى اتنين مع بعض اقول له تيل نت عمل فيها ايبول وابعدين اقول له التل نت مود. في عندي في التل نت قلنا ايبول 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 عندنا باساورد نقول حتى فيري سيمبل باساورد اكثرة مشروبه حط الباساورد اللي انسى بتاعها ماكسمام ستاشر مثلا فانا احط مثلا اقول له اتس اوكي ال 16 ماشي اهو عندي 16 ست الباسورد الباسورد ست اوثنتيكيشن باسورد سايفر وحط مثلا هواوي 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 ومسلا هده الباسورد هواوي هواوي وقام بقى هروح على راوتر 2 وخد بالك بقى راية بالوير شوارك هيبدا ان نشوف نعمل امرا تانية تلنت على 10.1.2.1 اهو بدأ يحاولو نعمل تي سي بي والسريوي هنشيك زهرت وراهيا وده التل نت يظهر لي از ابليكيشن في الوير شارك وعدين قال لدخل الباسورد. الباسورد قلنا هواوي اتش يو اي دابيو اي اي وان تو سري باسورد. داخل لوجن هو. يبقى انا كده من راوتر وان او من راوتر تو بقيت في راوتر وان. انا كده هو نلوجد بالتل نت على راوتر وان. ديسبيلي كرنت كونفجريشن. اه طبعا عندي بتاعي ما كانش يسمح بي ديسبيلي. داني دي اليوزرز اللي هي او دي الليفلز المسموح بيها في اللوجن وذاوت اللي ما انا ما حدتهاش. طبعا دي مهمة جدا انك تحدد بتاع اليوزر. يبقى في اثناء التل نت لو انت عايز تبقى عندك فول ديسكريبشن على اه او فول اكسس على الدفايز. انت محتاج تدي اعلى شوية في الاسناء اللوجن بتاع التل نت. نرجع تاني على السيستم فيو ونقوله يوزر انترفيس يوزر انترفيس VTY 0 4 ونقوله بيفليج ونقوله ليفل. يوزر بيفليج ونعالي الليفل شوية نعالي الليفل شوية واللي اقل مثلا نخليه مثلا تلاتة او عايز ديه فول بيفليج ديه 15 اهو في الحالة دي اه لو انت اه جيت بقى تشوف الكنيكشن بتاعتك العدد الكوماندس المسموحة ليك هتلاقيها تزيد شوية بس انت محتاج الاول ترجع تاني تعمل كويت اوكي وترجع تعمل كونيكشن مرة تاني اهو نفس الوزر نيم H U A W E I 123 كده المرة دي اعمل العلامة استفهام الاقي عندي كل الفول بيفليج كوماندس مسموح بيها اعملها ريموتلي على الدفايس. فسلا زي دي سبلي كرانت كونفجريشن اهو شايف الكنفجريشن بتاعي اهو دي سبلي اي بي انترفيس بريف شايف الاي بي انترفيس بتاع راوتر وان خد بالك مش بتاع راوتر تو اوكي فانا كده ريموتلي داخل على الدفايس. لو جينا بقى نعمل اناليسز هنلاقي ان احنا في البداية اهو ظهر عندنا التل نت من خلال تي سي بي هنشيك اللي هما الاولية لها السين مسج والسين اك والاك و بعد كده تل نت مسج عادية خالص بدأت تظهر ما بين التو راوترز على مدار الكنيكشن بتاعة التي سي بي زي ما احنا قلنا ان التايم من التل نت بيبعت الكوماند وان كاراكتر بيبعت وان وورد في كل كاراكتر ده بيبين ان احنا الفورمات بتاعته بيبقى شكلها عمل ازاي في عملية الكومونيكيشن او في عملية الكنفجريشن من خلال وان سينجي الكاراكتر في كل باكت مبعوطة بتوين التو ديفايسز وان سينجي الكاراكتر مبعوطين وهنا بيبعين لي موضوع الباسورد والكلام اللي كنت عامل لكونفجريشن والاستيكشن مودي والكلام ده كله طيب الحقيقة ان الترانس اكشن ده بتاع التكست اللي بيحصل 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 بلين تكست وعشان اوضح لك ان هو بلين تكست لو احنا روحنا على الهال تليفوني وقلنا على تي سي بي اناليسز او نسي سوري اناليسز فولو تي سي بي فلو لو انت عملت فولو تي سي بي فلو بص كده في الوير شارك يجاب لك الاستريم من اول ما انا فأنا عملت لاحز كده اول دخلة خالص ودي الباسور ده يا جماعة. ودي مشكلة التلنت ابليكيشن. بعد كده لما عملت علامة استفهم. جاب لي شوية كماندات. ادي كماندات اللي عملتها. بعد كده لما ما عجبنيش الحال خرجت. ورجعت دخلت تاني. ولما رجعت دخلت تاني لمرة تانية. دخلت بيوزر نيم او بليفل اعلى شوية. الليفل اعلى شوية داني كماندات اعلى. لما عملت ديسبلي current configuration. جاب لي current configuration بتاعتي او الفايل الخاص بالcurrent configuration اهو. ادي display current configuration في اثناء اللوجن التانية. وجاب لي الفايل كله اللي انا عمل عليها على روتر ون اهو. على روتر ون. ده بيفسر عملية اللي احنا او display ip interface اهي. display ip interface brief. ادي الانترفيس اللي انا قلناها عليها من شوية صغرين. ده بيفسر ان احنا دايما بنأكد ان احنا نستبعد استخدام التلنت ازا ابليكيشن في عملية الريموت لوجين. ده بسبب ان هو زي ما احنا شايفين باعت كل الانفورميشن بتوين التو روترز من خلال التلنت سيشن بلين تيكيست. وده بيخلي عملية الهاكينج سهلة جدا لهذا السيشن. بكده يبقى احنا خلصنا اللاب او سيمبل لاب بيوضحنا الابليكيشن الخاص بالالتلنت.